بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث الرحمة المهدى دايماً وإحنا في يوم السبت بنكون مع أحبابنا المقبلين على الزواج أو المجددين لزواجهم دايماً بتبقى اللحظات دي لحظات سعادة ولحظات كمان هنا وإحنا لما بنيجي نتكلم معاهم بنتكلم معاهم عشان حياتهم تترسم بألوان السعادة وعشان كده لازم جملة من المهارات وأخذنا على عتقنا من فترة أن احنا نتكلم عن جملة من المهارات هيبقى اسمها المهارات الزوجية والمهارات الزوجية دي مهارات مهمة جداً جداً يكتسبها سواء المقبلين على الزواج أو سواء اللي بيجددوا زواجهم أو سواء اللي بيعانوا مشكلات زواجية بس احنا مركزين في يوم السبت إزاي نأحل المقبلين على الزواج وكمان ما فيش مانع على فكرة ان احنا وفي الجواز كمان نتأهل عشان كمان نطور زواجنا النهاردة هنتكلم عن مهارة مهمة جدا 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 لما بنتكلم عن مهارة بنتكلم عن شيء هنمرسه ونعيشه ويدخل جزء من حياتنا الشخصية وجزء من حياتنا الزواجية المهارة اللي احنا بنتكلم عنها النهاردة مهارة في غاية الاهمية مش كلنا على فكرة بنفهمها بشكل صحيح في العلاقات اللي بينا وبين شركاء حياتنا مهارة مهارة النهاردة مهارة مهمة جداً وكتير لما بيفهموها بيكونوا في حتة تانية وهي مهارة الاحترام الزواجي عارفين أن أنا دايماً بقول أن الحب الحقيقي هو الحب العيش حب الحياة الحب الحياتي اللي فيه أربع حاجات اللي فيه بيتوفر فيه الأمان وبيتوفر فيه الاهتمام ويتوفر فيه الاحترام ويتوفر فيه كمان التأدير النهاردة بنتكلم على مهارة الاحترام الزواجي اللي هي القدرة يبقى الإنسان عنده قدرة على أنه يعبر يعبر عن إيه بقى؟ عن احترامه لشريك حياته وتأديره ويتعامل معاه كمان بطريقة تظهر هذا الاحترام مش يبقى الاحترام ده في داخله بس لا يظهر هذا الاحترام ويظهر هذا الاحترام وهو قصد إيه؟ قصد يبين ويوصل لشريك حياته إنه قيمة إضافية في حياتهم الزوجية ويقول لزوجه وتقول لزوجها إن إحنا عيشتنا مع بعض أضافت لحياتي وإن إحنا مع بعض حياتنا بقت أفضل الاحترام ده وبالشكل ده بيخلي الاتنين يوصلوا إلى إنهم يحسوا بالنشوة وبالسعادة وبالفرحة لما يكونوا جم بعض الاحترام ده الاحترام الزواجي ده بيخلي الجواز ليه أهمية ليه فرصة إنه هو يفتح باب واسع على الوسع والفرح والراحة الاحترام ده بقى بيشمل إيه؟ بيشمل شوية جوانب من الجوانب اللي بيشملها الاحترام احترام المشاعر فلازم تقدر مشاعر شريك حياتك وما تسخرش منها ما تبقاش هي حزينة عشان أختها متضايقة أو حزيق أو هو حزين عشان ممتوا بتعمل عملية وتقولوا ما كون ليه لها هو قاية فيه إيه؟ ده كلام ما يصحش وما ينفعش يقلل منه من مشاعره ولا إن سبب شعوره ده اللي بيشعر به إن الشعوره ده اتولى ليه لازمة وعلى الزوج تحديدا إنه يراعي ده بشكل واضح لإن الستات بتكون أكثر عرضة لتقلب المشاعر بسبب تكون على الفيسيولوجي المختلف عن الرجالة ومررها بفترات بتبقى فترات تغير هرموني وده بينعكس على حياتها المزاجية ومشاعرها وذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا استوصوا أو ده الاحترام الزواجي هنا في الحتة دي الخاص بالستات هو تطبيق لقوله صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا احترام كمان جزء من الاستيصاب خيرا بالنساء إن احنا نحترم مشاعرهم وهي النقية كمان تحترم مشاعرهم كمان من مظاهر مهمة جدا جدا واللي بيشملها الاحترام الزواجي احترام الأفكار فكل زوج لازم يحترم أفكار شريك حياته يقدر أفكاره ويسمعها وينقشها باحترام ويراعي فيها ويحللها ويدق فيها شوية مش هو أول ما يسمع كلمتين تلاتة يروح رامل فكرة وخاصة لو كان الحوار دوته أو الأراء دي باللي بيتعلق بحياتهم بمدارس الأولاد أو كان بيتعلق عن اشتري الشقة فين أو عن بيتعلق وكمان بأن هم هيجيبوا الأكل لأسبوع ولا بشهر ولا عملوا ايه في الأزمة الاقتصادية دي تالت حاجة تالت مظهر احترام الجسد الناس كتيرا ما بتقاش فهم يعني احترام الجسد لما بقول لهم دايما عاصل الكلام دوت أنا قلته كتير ودربت الناس عليه كتير ويا سلام لما سمعوا الكلام دوت حياتهم اتغيرت يعني ايه احترام الجسد عندنا مفهوم غلط ان احنا بدل بقينة زوجين طول ما انا ماشي كده اخبط في شريك حياتي لا هو من حقه ان هو يحتفظ شوية باحترام جسده هل معنى كده ان احنا بنقول بالتباعد الجسد دي لا 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 فيه فرق كبير ما بين التقارب الجسد اللي بيخلي فيه مواد ده وبين ان انا احس ان جسد محترم ما يبقاش كل شوية حد يخبطني او حد يضيقني او حد يخليني قاعد حاسس ان انا متحرج وبيبقى ده زيادة قوي عند بعض الناس ان عندهم بيخافوا على جسدهم فيه بنات كتير لما بتجي تتجوز بتبقى بتخاف على جسدها اه بنقول لها تغير ده بس جزء من الاحترام الزواجي ان احنا الراعي ده ان احنا الراعي ان الجسد بتاعها ليه خصوصية ان جسده ليه خصوصية ما بنقولش بالتباعد لما بنقول بالاحترام كل ده اشكال من اشكال الاحترام